اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحرارة سعيد سمو الملاكي الامير محمد بن سلمان للحفاوة التي استقبلونا بها وايضا انتاز هذه الفرصة وانتوجب بالتحية الى خادم الحرمين الشارفين للمبادرات السلام التي اقترحها وايضا لاتضامن اصحاب السعادة منذ تاريخ 7 اكتوبر 2023 بسبب هجمات حماس فان الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية والاراضي المحتلة يتعرض الهجمات الاسرائيلية من العنف وعنف غير مسبوق يحدد من حريتهم وكرامتهم اكثر من 40 الف شخص وشخص قد تم ماتوا وهناك الكثير من الجرحة من اكثر من النساء والاطفال من بين الضحايا هناك ايضا رجال الاغاسة الفلسطينيين والصحفيين وايضا اكثر 230 موظفا في منظمة الامم المتحدة تم اغتيالهم في اعمالهم اليوم قطاع غزة مدمر بسبب العمال الاسرائيلية العمال العدائية الاسرائيلية فهناك اكثر من 38 من مساحته بسبب التهجير القصري فهناك تهجير قصري بدون مصادر للحياة وبدون مأوى في موقف لا يمكن وصفه من البؤس وامام هذه المأساة فان الاراضي الفلسطينية المحتلة وايضا القدس الشرقية تتعرض الى عنف غير مسبوق على الاسر والعائلات وفي انتهاك صارخ لحقوق الانسان وقانون الدولي وايضا تحت عيننا يتم كل ذلك تحت عيننا من خلال القتل الجماعي والتطهير العرقي لا يمكن لنا ان نظل صامتين امام هذه الافعال وهذه ابسط الحقوق الكرامة الانسانية لابد ان يكون لنا فعل امام هذه الافعال المخجلة من جانب اسرائيل لابد ايضا لابد لنا ان نفرد وقفا فوريا لتلاقي النار ووقف التصعيد المستمر في لبنان من المهم ايضا نلاحظ ان مجلس الامن مجلس الامن لابد ان يكون لها دور في ذلك ايضا فعدم وجود هذا التصرف وهذه الفعل يفقد يفقد مصدقية هذه المنظمات الدولية التي تعمل من اجل السلام والاستقرار فلابد ان يكون لابد فلابد لنا ان يكون هناك تجييش لالامة الاسلامية لكي تقوم بوجبها نحو القضية الفلسطينية فانه ليس تهديدا لارد الفلسطينية فقط ولكن ايضا تهديد شامل لالامة الاسلامية ويسمح باستمرار هذا الظلم والتصرف من طرف واحد فلابد ان نحمي الحياة الانسانية لذلك السنغال تدعو الادانة الكاملة لكل الافعال الاسرائيلية من خلال امين العام لمجلس الامن وايضا ضد القرار لتخذ الكنيسة فيما يخص الانروا فيعتبر هذا انتهاك صارخ لمثاق الامم المتحدة الذي نتشاركه جميعا والاتفاقات الدولية التي تنص على حماية اللاجئين فأيضا من نظمة التعامل الاسلامي لابد ايضا ان تنادي بالمثل هذا اصحاب السعادة والسمو السلام الدائم والشامل في فلسطين لابد ان نصل الى حل سياسي بدون ذلك لابد ان يكون على اساس حل الدولتين ان يكون معترفا به وان تكون الخدس الشرقية هي عاصمته لذلك لتحديد موقف عادل الى اللاجئين ولابد ان ندعم التضمن الكامل مع الشعب الفلسطين في السنغال في 6 نوفمبر نحن ضعفنا جهدنا لحصول الشعب الفلسطين على حقوقه فانها فترة من العزاء وفترة من الحزن التي مررنا بها في هذه الفترة بسبب الاحداث التي تحدث في فلسطين لذلك لكي الناس ونحن متأكدين ان السلام سينتصل في النهاية فنحن هنا في هذه اللحظة لمجتمعين لتضامن ومضاعفة الجهود لوضع نهاية الى معاناة الشعب الفلسطيني لابد ان يكون عزمنا قويا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته